بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل مع بعض المحضرات الخاصة بمادة communication network. كنا توقفنا عن الجزء بتاع second generation. احنا عرفنا ان احنا عندنا first generation of the mobile communication او cellular system. اللي هو الجيل الاول. الجيل الاول كان لديه مجموعة من features اهم ما حاجة كان بتميزه ان هو كان شغال بالنظام الانالوج. يعني الصوت بتاع حضرتك ازي تيز. بيتنقل في سلك او ان هو لما بيجي حتى في التنقل ويرلس. فبيكون في صورته. يبقى مش بيتحول الى ايه? الى ديجيتال. يعني انا ما بحولوش لديجيتال. بسيبه ازي تيز انالوج. في صورة الانالوج. وبعد كده طبعا لما بنقله اه سواء بقى ويرلس عشان يكون اه بيكون متمتع بخاصية ان انا بستفيد بالموبايل كومينيكيشن. بس كانت المشكلة الرئيسية في انه انالوج. الانالوج ده مكليني ان انا ما بيبقاش فيه عندي انكريبشن. اه يعني السيكوريتي كده يمكن شيبه منعادمة. ما اقدرش ان انا اضغط الدياتا لان الدياتا بتكون انالوج. ما اقدرش ان انا اعمل فيها حاجة او ان اتعمل معها. فما كانش فيه مزايا كتير او فيتشارز كتير موجودة في الديجيتال. اه مش موجودة في الانالوج. انا مش قادر اسفيد من. لما جيه السكند جينريشنز قدم بقى الديجيتال سيلولار سيستم. يبقى جيه دلوقتي عندي نظام ديجيتال. يبقى عندي بقى فيه انكريبشن في الدياتا. ان انا اقدر اعمل ان انا بخبي الدياتا. ما فيش حد يقدر انا بكلم. انت بتكلم واحد زميلك. ما حدش يقدر يتجسس عليك. يبقى ديتك انها ايه? مستخبية. او حاجة حصل لها حماية. اه طبعا كان زمان بويس بس. كان تقدمنا بقينا فيه داتا. فيه بيانات. يعني تقدر انك انت تبعت زي الرسائل الاسم اس. كان نتاخل حد الاسم اس. طور من نفسه بقى ان هو زود السورة لان سرعته كانت قليلة جدا فما تقدرش غير انك انت تبعت رسائل اسم اس بس. لكن لو انا بس انا عايز مثلا موبايل. يعني عايز ان انا ادخل عن نت. من خلال الموبايل كان يصعب جدا. ليه? لان السرعة كان بطيئة قوي. فكانت الداتا عندي متمثلة في خاصية الاسم اس ان انا ابعت رسائل نصية. تمام? يبقى ده اللي كان موجود عندي. لكن الداتا دي ما كانتش نقل الداتا دي ما كانتش موجودة في كان بويس بس. من ضمن الحاجات برضو او الخصائص المميزة للسكن هي الاستهلاك بتاع الباور كان قليل جدا. طبعا بدء الموبايل بتاعك بقى الوزن بتاعه خفيف ملائم بتقدر انك انت يبقى زي كده حجم المحفظة خطاف جيبك سهلة جدا. الاكسس تكنيك المستخدم كان بنقول ان نوع الاكسس تكنيك المستخدم في حالة بمعنى ايه? انت حضرتك بيبقى مليك باند معين. الشبكة بتاعتك بتبقى شغال على باند معين. الباند اللي انت شغال عليه ده? انت بتقسمه المجموع من الكل يوزر. يعني كل يوزر مش بياخد الباند كله بياخد جزء من الباند ده. يعني مثال يعني انا مسلا ممكن اقول لك انا لك ايه مسلا ميت ميجا الباند بتاعنا ميت ميجا يعني. انت الواحد مش بياخد ميت ميجا كله. ممكن كل يوزر ياخد له كم? ياخد له واحد ميجا منهم. خدت بيلك يبقى انا هخدم على كم يوزر? هخدم على ميت يوزر. طيب. بنكمل كلامنا ان احنا بنقول ان كل يوزر واخد واحد ميجا. يعني مثلا يبقى الميت ميجا دي خدمت على ميت يوزر. يعني عندي كل يوزر خد له واحد ميجا من الميت ميجا. خدت بيلك يعني بدعم الاف دي امي. اما الات دي امي بقى ان اليوزر الواحد اللي اخد واحد ميجا مش لازم ياخدهم يعني هما بياخدهم في زمن معايد. ياخد زمن محدد. ممكن يوزر تان ياخد نفس الوان ميجا بتاعته بس بزمن تان. لان انت مش شغل في طول الزمن يعني مش 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 شغل الشبكة في في معظم الزمن بتاعك. بس الزمن اللي هنمثله ده اسمه فيما بعد. ممكن نفهمها بمثال محسوس دلوقتي ان حضرتك ممكن تقول ايه? يعني ممكن ممكن نقول ايه? ان احنا مسلا عندنا دلوقتي ان انا مقسمهم لمجموعة ازمين. يعني مسلا حديك مسال. انت افرض انك انت في النت آآ عندك مسلا في البيت بتشتغل مسلا بالنهار بس. وليه جاورك بيشتغل بالليل. ممكن انتو الاتنين تشتغل على نفس البند زي بعض. وكبالك بس هو يشتغل بالليل وانت شغل بالنهار. يبقى انتو مشتركين على نفس البند اللي هم مش عزال بيه. يبقى انتو كده عملتو التكنيك اللي موجود في السكنة. تكنيكي اللي موجود في السكنة. يبقى انت زودت الايه? عدد اليوزر. يبقى بدل ما كان مستخدم واحد بقى اتنين مستخدمين بيستخدموا نفس البند او نفس الصببند انا اسف. يعني الواحد ميجا دي بدل ما هو واحد اللي مستخدمها لا ده لان كل واحد واخد مختلف عن التاني. فده كانه عمل ايه? فبالتالي زود الكباسة. يبقى فهمنا عن ايه? دي مهمة جدا. ان هو استخدم ايه? مع ايه? طب تعال نشوف اكتر لانه ممكن تكون دي جديدة المعنى ده عندي نيس. اولا بيقول لك ايه المعنى مهم لطالب انه يفهم يعني ايه? انك انت بتعمل لكل باند. زي اللي انا لسه هيالها دلوقتي. يعني انت دلوقتي واخد بتاعتك اه واخد انت شغال على باند معين. الشبكة دي شغال على باند معين. فاليوزر بتاعك او السابسكرايبر بيشتغل اه كل سابسكرايبر بياخد ساب باند معينة. يبقى دلوقتي اللي بتاعتي واخده مسلا ميت ميجا. خدت بالك ما يجيش اليوزر ياخد الميت ميجا. يوزر واحد ياخد الميت ميجا. خدت بالك اما المين مين? يعني ياخد قد ياخد واحد ميجا منها بس. خدت بالك اه ياخد واحد ميجا. ويوزر تاني ياخد واحد ميجا. ويوزر تاني ياخد واحد ميجا. يبقى انت كده خليت الباق الباند بتاع التوزعت على ميت يوزر. طب بدون لو انت ما عملتش ايه اللي يحصل? تلاقي نفسك الباند كله مشغول يوزر واحد. مظبوط? يبقى كده الباند كله بتاع بدل ما هو متوزع على كزا يوزر متوزع على يوزر واحد بس. خدت بالك. يبقى انت بتقسم كل ما بين الترانسيميتر والريسيفر لمجموعة من باند. خدت بقى او مجموعة من يعني بتتقال عليها كده. دي اسمها آآ موض بالاكسي ستكين. هدف منها ان انا بستفيد من الباند اللي موجودة بتاعت اللي اكتر من يوزر يستخدموها آآ بدون ان انا ما استخدم بدون استخدام بتحصل كارثة وقالوا هي ان يوزر واحد اللي حيستخدم الشبكة. لكن انا عايز اكتر من يوزر يستخدم الشبكة. اكثر من مشترك. عمرنا سمعنا عن شبكة مشترك فيها واحد بس? لا طبعا لازم اي شبكة مشترك فيها عدد من المشتركين في عدد. طب ازاي اجيب العدد ده? ان انا بستخدم اكسس تكنيك مناسبة. فمن ضمن الاكسس تكنيك دي آآ ابسط انواع الاكسس تكنيك اللي هو موض بالاكسس تكنيك ببساطة جدا انك عندك لها باند معين حضرتك آآ بتقسم آآ الباند ده لمجموعة من الايه من الصبان. طب ادي ليجا الطايم ديليجان موضة بالاكسس تكنيك. برضو بنقلاو سيفرال يوزر اكتر من يوزر. مش لازم اتنين بقى اكتر من يوزر يستخدموا نفس الريديو فريكوانسي الار اف او نفس الصبان آآ باي دي فايندينج ايت ان انت تقسمها لمجموعة من الطايم سلوت. يعني انت الوقتي اللي 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 مخصصة اليوزر لا لا اكتر من يوزر. بس مشتركين كل واحد واخد زمن معين. كل واحد واخد طايم سلوت معينة. يبقى كل يوزر واخد طايم سلوت معينة. ده بقى يبقى ايه الطايم ديليجان موضة بالاكسس تكنيك. يبقى اي واحد بيجي اكسس الشبكة بتاعتي بيبقى لي طايم سلوت معين وفريكوانسي معينة او معين هو شغال عليه. يبقى كل يوزر بياخد له طايم سلوت معينة. معين. شغال ايه? عليه. طبعا لازم كل اللي واخيتها مختلف عن بتاعك. يعني انت مثلا واخد معين و معينة. مميز عن غيرك. بيتميز عنك بايه? او بيأكسز الشبكة بايه? لازم اللي واخيتها افرض هو في نفس لازم يكون بتاعه ايه مختلف عن بتاعك. يبقى انت بتاكسز الشبكة بتاعتي بحاجتين في جي اس ام او في تو جي بطايم سلوت وسب باند معينة. يعني انت لو مقسم بمثال بسيط جدا. لو انت مقسم بتاعتك لمية سب باند. خلاص? يعني زي اللي احنا مثال اللي قلنا ميت ميجا مقسمه كل يوزر واحد ميجا. فانت مقسم السبسكرايبر الاولاني واخد السب باند الاولاني. السبسكرايبر التاني واخد السب باند التاني وهكذا. طيب في انا لو لو انا اشتغلت اف دي ام ايه بس يبقى انا معايش غير مية يوزر بس. صح? طيب لو مديت العملية واستخدمت اكسس تكنيج كمان اللي هو تي بي ام ايه. قالك ان كل بقى متقسمة المجموعة من طايم سلوت. نقول مثلا ولو يكن تمانية. خلاص? تمانية طايم سلوت. من طايم سلوت رقم زيرو طايم سلوت رقم سبعة. يبقى يبقى كده بدل ما هم مية يوزر. هيبقوا كم يوزر? تمنمية. هضرب في تمانية. وكل يوزر بي اكسس الشبكة بايه? بطايم سلوت معين وصب باند معينة. وحتلاقي ان اليوزر اللي بي اكسس الشبكة دي بطايم سلوت معين وصب باند معينة. يعني هو بي اكسس الشبكة بطايم سلوت معين وصب باند معينة. مفيش يوزر تاني هيكون واخد نفس طايم سلوت ونفس الصب باند. يعني مختلف عندي. يا اما مختلف في فيه حاجة مختلف فيها. عشان يتميز عن التاني. واضحة الرؤية? يبقى الهدف ان انا استخدمت مع ان انا زودت عدد او عدد الاي اليوزر متوعي اللي بيستخدمه الشبكة بتاعي. ده اللي هو اللي انا لسه متكلم عليه. ممكن انت بس. ممكن تستخدم بس. بس في التو جي شغالين الاتنين مع بعض. طيب. ندخل على فيه طبعا فيه اكسس تكنيك تاني اسمه الكود دي بيجان ملتبل اكسس. ده في السرد جنريشن. خلاص? ان كل يوزر واخد كود مختلف عن التاني. فده دلوقتي مش موضوعنا مش هنتكلم عليه دلوقتي. هنتكلم على التو جي. فمهمة قوي لو جاي حد يسألك ايه الاكسس تكنيك المستخدمة في التو جي تقول له تي بي ام ايه اوبر ال اف دي ام ايه. ده يعني ايه? يعني كل يوزر واخد طايم صوت معينة وصاب باند معينة بي اكسس بيها الشبكة. من خلالها بي اكسس الشبكة بتاعتي. بيحجز ايه الشبكة? بيحجز ليه مكان في الشبكة. طيب. اه نكمل كلامنا. لو انا بتكلم على اي يعني موبايل كومينيكيشن سيستم. المفروض انه هو بيتكون من ايه يا جماعة? زي ما انتم شايفين كده من تلاتة مهمين جدا. ساب سيستم اسمه اللي بيبقى في المحطة. احنا بنشوف بناخد بالنا ان احنا عندنا ابراج مختلفة. مش انتم بتاخدوا بالكو يا جماعة. انتم بتلاقوا برج. بس خلي بالك لازم تميز ما بين البرج اللي هو بتاع البرج الكهرباء او المحطات الكهربائية او محطات الاتصالات او شبكات التليفون المحمود. بتلاقي بتاعت الكهرباء كابلات كهرباء ما بين كل برجه والتاني. مش انت وانت ماشي على الطريق كده مسافر رايح مكان بتاع. مش بتلاقي كده زي ابراج ويقولك محطات الضغط العالي. ابراج الضغط العالي. حلوة دي بتاعت الكهرباء ما ليش دعوة بيه. في ابراج تانية بتلاقي كده فيها انتمنات موجودة. انتمنا كده موجودة وبتاع كده عامل زي ايه قريب كده من شكل طبق الدش. الطبق بتاع الدش كده بس على صغير شوية. مش بناخد بالنا منها دي يا جماعة وانتو اللي بيروح المدن الجديدة بتبقى باينة او متشافة او مرقية بالنسباله الابراج دي. كانت بلا. البرج دوت من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى مكونات الشبكة بتاعتنا بتاعت الموبايل كومينيكيشن. من اهم الحاجات في الموبايل كومينيكيشن دي هي الابراج دي. يعني انت الابراج دي انت بتعمل اتصال اولينكي بيها عشان تتم مكالمة عشان يحصل كولنج لازم يتم هذا الكولنج من خلال هذه المحطات. لذلك الناس اللي بيبقوا قريب منها هذه المحطات او الابراج وبيتسمى سايت. اسمها سايت. خلاص? لازم بتبقى قريب من هذه الايه الابراج. يعني انت كل ما تبقى قريب منها بتلاقي الشبكة خوية. في بعد شوية مش جنبك ابراج. بتلاقي ان الشبكة بتاعتك ضعيفة. شبكة المكالمات. انا بتكلم على المكالمات مثلا. يعني تجي تعمل مكالمة تلاقي ان المكالمة ضعيفة وتقول الشبكة عندي ضعيفة او هاتفر. ده بناء على ايه? هل انت جنبك الشبكة قريبة منك? ولا مسافتها قديه دي اللي بتفرق معانا. اللي هي الابراج دي. يعني البرج زي ده. ده ايه تاني? فيه انت عارف ان انت اساسا بمثال بسيط جدا في اي مكان. لما بتجي تتصل مسلا برقم اا مؤسسة معينة. مش يجي يقول لك هنوصلك بالسويتش. اا يعني مسلا ايه انا وصلك بالسويتش هو اللي يقول لك انت اا يوجهك للايه? للمبنى اللي انت عايز تتواصل معاه. يعني انت مثلا اا عايز تتواصل مع سكرتارية العميد او تتواصل مع الوكيل بتاع المكائل مع معهد بتاعكم مثلا. فاول دينك بيحصل ايه? انك بتتواصل مع السويتش. السويتش هو اللي يوصلك. مش كده. نفس الحكاية فكرة السويتش كده. ان هي بتوصلني عشان انا مثلا دلوقتي اتواصل اتواصل مع الشخص اللي انا هكلمه. يبا هي اللي بتوجهني او بتوصلني. بالاضافة من ضمن السيستمز او بتاعي اللي هي الايه? التشغيل والصيانة. يعني لازم يبقى فيه واحدة كده خاصة بان انا بشغل بتعمل تشغيل لاي خاصية او اي خدمة والصيانة. لان ممكن يبقى فيه حاصل مشاكل في النتورك بتاعتك. تمام? فاذا بتاعك بيبقى هذه مكوناته. يبقى بيبقى فيه عندي محطة وفيه عندي سويتشنج سيستم وفيه عندي جزء خاص بالايه بالتشغيل والايه والصيانة. واضح هذا الكلام? طب ممكن نوضحها كده ان انا عندي. برضو طب انا حسأل سؤال انت لما تيجي لشارحة ده فيه واحدة حقولة انه هو فين الموبايل في الموضوع اللي انا بتكلم منه. يبقى ده جزء برضو من الشبكة. يبقى فيه محطة بتسميها الموبايل ستيشن محطة الموبايل. ايه محطة الموبايل دي يا جماعة? ببساطة انت عارف انت وانت ماسك الموبايل في ايدك وماشي. ده هو ده الموبايل ستيشن. عارفين الحكاية دي? يعني الموبايل اللي حضرك ماسكه في ايدك ده وماشي بيه فهو ده الموبايل ستيشن. انت معك محطة ماشي بيه. بس محطة صغيرة. وفيه بقى المحطة الكبيرة اللي بتتعامل مع مع الراديو فريكوانسي اللي هي الابراج. اللي هي الابراج بتاعت اللي هي اللي اسمها سايت. خدت بالك اللي هو البورج بتاعه الخاص بالموبايل كوميونيكيشن زي ما انا قلت لكم. البورج ده بيبقى في محطة وحاجة اسمها وحاجة اسمها وبيتواصل هذا البورج مع حاجة اسمها او اللي هي بتخليه توصل مع الموبايل الاخر اللي هو بيخضه. خدت بالك او شبكاته الاخرى اللي هو بيت ايه? بيلينك معاه. يبقى كده ايزا. انا اهم حاجة عنه. الموبايل ستيشن اللي هو محطة الموبايل. هاي الموبايل ستيشن دي عبارة عن ايه يا جماعة? جهاز الموبايل والسيم كارد الشريحة اللي فيه. بدون الشريحة يعتبر الموبايل ده حتة حديدة معك ما لهاش اي قيمة. لان السيم كارد هو ده اللي بيتخزن عليه كل البيانات. بيتخزن عليه كل الحاجات. وهو ده اللي بيتم من خلاله اللينك مع المحطة بتاعتك عن طريق السيم كارد. فاتبالك. لذلك انت لو معك مسلا موبايل ومسلا تسرق منك اول حاجة بتعملها هي بتبلغ الشركة بحيث انها ايه? اه انا تسرق مني الموبايل وعايز اجيب شريحة جديدة بيكون وقف لك الشريحة السابقة وتشتغل على الشريحة ايه? بتاعتك اللي هي فيها داتا. كل داتا عند بتاعتك موجودة عندهم. عند الشركة اللي انت مشترك فيها سواء مثلا بدافقون او موبيني للأوبريتور بتاعك. ده هو بيمثل ايه? الشريحة اللي موجودة عندك في الموبايل. يبقى انت الموبايل ده بيتمثل بحاجة ايه? العدة الموبايل الجهاز نفسه اللي هو اسمه الموبايل اختصاره والسيم كارد اللي هو الشريحة. خلاص? يبقى حاجتين? يبقى عمر يمقول ان الموبايل بس هو لوحده ليس هو الموبايل ستيشن. لازم معا مين? السيم كارد. فهو حتى هو ممثلها لك اهو. الجزء التاني عندك اللي هو مين? المحطة. المحطة دي اللي فيها ايه? المحطة دي فيها البيتي اس حاجة اسمها البيس ترانسيبر ستيشن. ترانسيبر يعني ايه? حد عارف يعني ايه ترانسيبر? ها? بالزبط يعني بيترانسيبيت وبيريسيب في نفس الوقت. فهو فعلا بيحصل كده. هو عندك ايه? هو عامل لك زي شكل انتنة. من فوق. الانتنة دي بتعمل ايه يا جماعة دي? الانتنة دي من اهم الحاجات بالنسبة لنا في المحطة. الانتنة قلت المرة اللي فاتت بتعمل ايه? ها? انتو جاوبتوني ساعة. بترسل اه بترسل اشارة كهرباء سي. بترسل او تستقبل. طب لما تيجي ترسل بتاع بتحول من ال ايه? هي اصلا خلي بالك البرج ده متوصل بكابلات كهرباء. فكابلات الكهرباء دي بطلعة الالكتريكال سيجنال. فبيحول الالكتريكال سيجنال. فاتبالك يحولها لايه? ها? الالكتروماجنة. الالكتروماجنة. اه. ليحول على طريق الانتنة. فهو عامل لك اللي طالع اهو اللي جاي من الانتنة. الاشعاعات اللي طالعها من الايه? من الانتنة. خلاص? مم? واضح هذا الكلام? ها? اه? اعمل. جميل كلامنا طبعا انا دلوقتي عندي الانتنة. اه طبعا البرج ده في الانتنة. الانتنة دي اللي بترسل وتستقبل. بتستقبل ايه? الموبايل بيبعت للايه? للبرج ده. والبرج ده بيبعت لمين? للنتورك سب سيستم اللي جنب منه. يبقى هي تقل لوقتي ده زي كان حاجة وسيطة. طب هو واحد حيسأل سواك. هو ايه الداعي ما الموبايل ستيشن يخاطب مباشرة مين? النتورك سب سيستم اللي هي توجه له المكالمات. هو ايه الداعي ان هو بيخاطب البرج بتاع الموبايل ده? ايه ايه الحكمة من هذا الريديو فريكنسي? لا ده ليه حاجات كتير قوي. وحنتعرف عليها من الوظائف يعني بتاعة البيض المحطة دي. خلي بالك ان فيه في مشاكل كتير بتحصل. يعني انت لما بتيجي تعمل مكالمة. اه المفروض ان فيه من ضمن الحاجات ان البرج ده بيبقى داخل زي ما انا قلت لك المرة اللي فاتت. داخل حاجة اسمها السل. يعني انت لو كيوزر ماشي بسل معينة. فتابع لمحطة معينة. فهي المحطة دي هي المسؤولة عنك. لو انت خرجت من هذه السل هتبقى تابع لبرج تاني. طب البرج التاني ده ايه اللي حصل اثناء انتقالك من هذا البرج البرج تاني بيحصل زي حاجة اسمها هند اوف. وهنتكلم عنها قدام شوية. ايه الهند اوف ببساطة? ان كأن المكالمة القطعت. ليه? لان هو لازم يبقى تابع لبرج معينة. طول ما هو داخل السل اللي تابع لها البرج. مفيش مشكلة. لكن اول ما يخرج من هذه الكفر الجيرية السل اللي هو تابع ديها اللي فيها البرج اللي هو المفروض بيتواصل معه. هيدخل سل تانية. طب لما دخل السل التانية هيبقى التواصل مع مين? مع برج تاني. طب هو لما يجي يتواصل مع برج تاني ما فيه ديلاي حصل. ما بين انه هو انه ينتقل المفروض اللينك بتاعه مع البرج ده اللي كان فيه. لا بقى فيه لينك مع برج تاني فيه فيه ديلاي. الديلاي ده انت بتحسه. فبيتمثل في الهند ايه? في الهند اوف. خلي بالك ان فيه اكسبتابل ديلاي. اللي هو ان انا وانا بكلمك دلوقتي ممكن يبقى فيه ديلاي في مكالمة انت مش حاسس به. فده اكسبتابل. لكن في ساعات يبقى فيه ديلاي بس انا حسيته. اتأخرت انت لو انا قعدت مسلا ثانية ولا ثانيتين. ده خلي بالك لو ديلاي بالمايكروساكن. انت مش هتحسه. لو فيه تأخير في وصول الكلام بتاعي ديه. او الميكروساكن انت مش هتحس ديه. لكن لو ديلاي كان كبير. يعني ديلاي وان ساكن ده هتحسه. هتحس ان فيه تأخير. هتبقى لك يقولك التأخير كزا. فده اللي بيحصل بقى ساعة مين? الكلام اللي انا بقولك عليه في الهند ايه? في الهند اوف. يعني ده بساطة قوي المعلومات بتاعك. طيب. تعال انا نتكلم على كل جزئية على حدى. اول الحاجة على موبايل ستيشن زي ما قلنا في موبايل اكويبمنت اللي هو الجهاز نفسه. طبعا ده بيقولك ان هو الجهاز اللي بيستخدمه. اليوزر اللي بيستخدمه. ممكنك تشتري من اي مستودع زي مثلا بتشتري مثلا من اي مثلا فرع من فروع بودافون او فروع موبنيل او كزا تشتري هزي الموبايل بتاعك او من من سامسونج او مش عارف ايو اطفر اي محل تقدر اي محلات موبايل تقدر انك تشتري منه جهاز. بيقولك من غير الشريحة بقى مفيش اي مكالمة بالتابعة انت بشراءة. فيه المايك بس احد احضر. المايك مين اللي فتح هو? ايوة. من غير السم مفيش اي مكالمة بالتابعة. خلاص? سواني بس. اه. اه. بس. اه. بس. اه. بنعتبر ان الموبايل ده اسمه انترناشنال موبايل اكويمانت ايدنتي. ليه? ليه حاجة معينة اسمها الايمي. الايمي دي اللي هي ايه? يعني بتاع الموبايل ده. اي جهاز موبايل ليه خاص بيه. غير التاري. يعني انت جهاز موبايل معاك. زميلك معاك جهاز موبايل. لازم يبقى الايمي بتاع غير الايمي بتاعه. الايمي ده اللي هو ايه? ده الاي دي بتاع الاي دي بتاع بتاعك بتاع الموبايل. اسمه انترناشنال موبايل اكويمانت ايدنتي. ماشي? طبعا هو بيقولك انه بيتكون من كام رقم هو خمستاشر الرقم. خدت بالك هو الخمستاشر رقم مش لازم ناخد في الديتيل زي بتاعتهم. الخمستاشر رقم دول ثواني كده. آآ بيبقوا متكونين زي ما انت شايف كده. آآ حاجة اسمها آآ طايب اللي هو اسمه اختصار ده يعني ده رقم موجود على الجهاز. آآ فيه كده آآ ستة ارقام في الاول على الشمال بيحدده اللي هو كود الموافقة. وفيه حاجة اسمها الفاينال السمبل كود. اللي هي اسمها الفاك. وفيه ستة ارقام وفيه سبير نمبر كده في الاخر. يعني دي مكونات رقم. طب الارقام دي بتيجي منه من المصنع اللي بيصنع هذا الموبايل. وكل مصنع يعني الفاك دي بيتبقى حسب الشركة المصنعة او المصنع اللي بيصنع هذا الموبايل. يعني هو مسلا بيقول لك آآ مثلا عندك الفاك لو انت مسلا سوني الفاك بتاع واحد وخمسين سيمينز واحد وخمسين برضو اريكسون واحد وخمسين. لو متصنع الكاتل المصنعات دي مقديد دي شركات اللي بتصنع الموبايلات. بيديك الفاك بتاعه بيبقى بكامش. هو بيقول لك حسب التو دي جيت. يعني انا ممكن اجي اقرأ كده. الاقي التو دي جيت اللي بعد الستة دي جيت الاولانين. اعرف ايه الشركة المصنعة. يعني بس ممكن احطار يعني مسلا واحد وخمسين. اقول يا سوني يا سيمينز يا اريكسون. انما ستين الكاتل. اس اي جيم اللي هي لو كان ايه سبعين. فيليبس لو كان تمانين. بناسونيك لو كان خمسة وتمانين. خدت بالك. طبعا في ستة دي جيت سيريال نمبر. سيريال نمبر يا داي رقم ايه? سيريال. واخد سيريال ايه نمبر. اه فيه اللي احنا لسه قيلين عليه ده برضو ستة دي جيت ابروفد كود. الكود اللي هو من ايه الشركة ايه المصنعة. فدي بيبقى الرقم ده كل موبايل دي الايه الانترناشنال موبايل اكويبمنت ايدنتيتي الخاص ايه خاص دي? كل ده الانترناشنال موبايل اكويبمنت ايدنتيتي بالنسبة لي اللي هو زي ما قلنا اللي هو بيتكون من ايه من خمستاشر رقم مختلف. طبعا كل جهاز دي اقامي خاص بي. طب بالنسبة بقى للجزء التاني المهم من عندي السيم كارد. السيم كارد دي شريحة الانترنية مايكرو تشيب لتخزين المعلومات. طب ايه المعلومات اللي بتتخزن في السيم كارد دي? قالك سابسكرايبر ايدنتفيكيشن برضو المشترك ليه اي دي خاص بي? متخزن على السيم كارد. الشحن انت عندك رصيدك قد ايه? متخزن على السيم كارد. السيكيوريتي اللي هي الامان. كل الحاجات الخاصة بالسيكيوريتي بتاعت الداتا بتاعتك متخزنة فين? على السيم كارد. يبقى السيم كارد متخزن عليها لايه? الايدنتفيكيشنز. اللي تشارجنج السيكيوريتي. خلاص? ها هو بيقولك شكلها كده. طبعا انا مش بتكلم عليها بقى يعني من ناحية بسلا الكترونيكس. اه بنتكلم عليها من نظر يعني هي الشريحة حاجة صغيرة ايه طبعا كلنا اكيد شفناها. بيبقى فيه مسلا عندك ايه بي سي سي? اهي نقطة كده متوصلة بالباور بتاعت. وفيه نقطة بالرسيت. نقطة متوصلة بالكلوك. نقطة متوصلة بالايمبوت او او ايبوت. يعني هي ده تعتبر زي ايه? شريحة الكترونية مصغرة متخزن فيها معينة. طبعا بيبقى فيها مسلا مش بتكلم مسلا فيها مايكرو بروسيسور فيها رمات فيها ميموري. فيها ايمبوت اوتبوت كنترول. يعني فيها طبعا المايكرو بروسيسور اللي خدنا مع بعض ان بيبقى تخالج شريحة الصغيرة دي فيها معالج. المعالج اللي هو بيمسر اللي هو المايكرو بروسيسور. في عندي اللي هو اللي بيقرأ الدياتا. وفي عندي الريزابول آآ الروم اللي هو والرام الانضم اكسز ميموري. بعندي آآ زاكرة مؤقتة وزاكرة ايه دائمة اللي بتمثلها الروم ايه والرام. لان في طبعا في بقى فيه او برامج انت بتنزلها بتنزل على الرام بتاعك. بالاضافة ان في آآ زاكرة دائمة اللي هي بتمثل ايه الروم اللي هي خاصة بالايه اللي يشغلي الشريحة دي. تمام? طيب احنا دلوقتي اتكلمنا كله على الجزء بتاع آآ نكتفي بالقدر ده. المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على جزء التاني لانه جزء مهم او اللي هو اللي يمثل آآ في ايه اسئلة يا مصطفى? في ايه اسئلة? نعم كده حامل سيب للمحاضرة بك.